موسيقى موسيقى في عالم الملك تروحي أبحرات وتنقلت بين الخلائق تبحث فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنن وروحا تمكث في الكائنات سنن وروحا تمكث بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين موسيقى وردت عنوين ثلاثة تتعلق بالتعامل الابن أو الأبناء مع الآباء مع الوالدين العنوان الأول الإحسان وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا العنوان الثاني البر وبرا بوالديه وبرا بوالدتي العنوان الثالث المعروف وصاحبهما في الدنيا معروفا كيف نوفق بين هذه العنوان الثلاثة وما هو المطلوب منا كمكلفين تجاه الوالدين هل المطلوب منا الإحسان إليهما أو أن نبرهما ثم ماذا يراد بالمعروف وما علاقته المعروفة بهذين العنوانين الإحسان والبر سبق أن بينت طبيعة التوفيق بين الإحسان والبر وقلت بأن الإحسان يعني التعامل بالحسنة مع الوالدين والبر هو التوسع في الإحسان المبالغة في الإحسان الواجب على عامة المكلفين من غير الأنبياء الإحسان وليس التوسع وإن كان التوسع في الإحسان حسنا بينما الأنبياء مكلفون بالبر أي بالتوسع في الإحسان بالمبالغة في الإحسان وذلك لأن ست آيات وجهت الخطاب للمكلفين لعامة المكلفين بالإحسان وبالوالدين إحسانا ولم تطلب منهما التوسع في الإحسان اكتفت ولم تطلب من الأبناء والبنات التوسع في الإحسان وإنما اكتفت بالإحسان بينما الآيات التي تكلمت عن البر تعلقت بالأنبياء بيحيى بن زكريا وبعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام هذا وجه التوفيق بينهما وخلاصته يجب على عامة المكلفين الإحسان للأبوين ويستحب لهم التوسع في الإحسان اي البر تأسيا بالأنبياء ولأن الروايات الشريفة ايضا وردت للتأكيد على البر أكدت على البر فذلك يدلل على استحباب البر أيضا استحباب التوسع في الإحسان طيب ما علاقة الإحسان بالمعروف إذن ما قصة المعروف في الحقيقة المعروف ليس واجبا مستقلا الإحسان واجب مستقل متعلق بعمة المكلفين البر أيضا واجب مستقل متعلق بالأنبياء ويمكن أن يضاف من باب الاستحباب إلى عامة المكلفين أما البر فليس عنوانا مستقلا في مقابل عنوان الإحسان أو في مقابل عنوان البر المعروف المعروف ليس عنوانا مستقلا لا هو عنوان مستقل في مقابل الإحسان وله عنوان مستقل في مقابل البر يعني ليس هو يعني لا يعني المعروف شيئا في مقابل الإحسان يعني إما أن تحسن لهما أو أن تتعامل معهما بالمعروف إما أن تبرهما أو أن تتعامل معهما بالمعروف طيب بحيث يكون هناك درجات كالدرجة بين الإحسان والبر يكون هناك أيضا درجة بين الإحسان والمعروف أو بين البر والمعروف لا هو ليس عنوانا مستقلا وإنما هو اللون إنما هو الصبغة شنو يعني المقصود بالمعروف الشيء المتعارف عليه عند عامة المؤمنين بمعنى أن الإحسان المطالب به المكلف إنما هو الإحسان المتعارف عليه عند عامة يعني عند العرف من عامة المؤمنين وبهذا يكون المطلوب الإحسان المعروف وكذلك لو كان البر هو المطلوب لكان البر المعروف وأمر بالعرف ما هو هذا العرف هو الذي تشير إليه الآية يعني المعروف عند عامة المؤمنين وإنما قلت عامة المؤمنين لأن الآية قالت ذلك واتبع سبيل من أناب إليه لاحظ الآية المباركة وصاحبهما في الدنيا معرفة لاحظ الآية بدايتها وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما كما سبق أن بيّنت فلا تطعهما في الشرك يعني لا تقبل منهما هذه الدعوة فتصبح مشركا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما يعني لو أمراك بالشرك فلا تطعهما فلا تطعهما في الشرك لا أنها تقصد الآية المباركة يعني فلا تطعهما مطلقا إذا كانا مشركين لا فلا تطعهما في خصوص الشرك يعني لا تصبح مشركا طاعة لهما بعدين تقول الآية وصاحبهما في الدنيا معروفة طيب وصاحبهما في الدنيا معروفة اللي تعني أحسن إليهما بالمعروف طيب أحسن إليهما بالمعروف طيب بالمعروف يعني الشيء المتعارف هذه قضية المعروف قضية وردت في موارد متعددة هم فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان فإمساكم بمعروف يعني بالشيء المتعارف إذا إنسان إرادة أن يتعامل مع زوجته يجب أن يتعامل معها بالشيء المعروف 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 يعني المتعارف في دائرة المؤمنين المتعارف في ساحة المؤمنين هذا هو الشيء المعروف يعني الذي يقول عنه العرف تعاملا حسنا طيب هذا في التعامل بين الزوجة والزوجة ويجري أيضا في التعامل بين الأباء بين الأبناء والآباء ويجري بالنسبة للتعامل مع عامة الناس يعني في التعامل بين الأرحام الشيء المطلوب هو الشيء المعروف طيب يعني الحد عندما نقول بأي حد عندما نتكلم ونقول مستوى الإحسان المطلوب ما هو هل هذا المستوى مطلوب أم هو أرفع هل هذا المستوى يكفي أم هو نازل كيف نحدد هذا نرجع هذا إلى العرف العرف يقول أن هذا دون المعروف أو العرف يقول بأن هذا فوق الشيء المتعارف فيدخل ضمن حيز البر إذا كان فوق الشيء المتعارف أصبح برا إذا كان دون الشيء المتعارف أصبح عقوقا لأنه نوع من النقص وأما إذا كان ضمن المستوى والحد المتعارف يسمى إحسانا هذا الإحسان المعروف عند عامة المكلفين هذا عفوا المعروف المتعارف عليه في ساحة المؤمنين والمتدينين وسأتي لهذه النقطة أقول لكن هذا الشيء المعروف هذا يجري في كثير من الموارد بل في جميع الموارد المطلوب هو المستوى المتعارف عليه للشيء المبالغ فيه وللشيء الناقص عن الحد المتعارف قلت هذا يجري بالنسبة للزوجة والزوجة هذا يجري بالنسبة للآباء والأبناء هذا يجري بالنسبة للعلاقات بين الأرحام ويجري بالنسبة لجميع الموارد وهذا نجد عادة الفقهاء في كثير من المواطن عندما يسألوا أو عندما يعني يصوغون فتوى يؤكدون على القضية يؤكدون على المستوى المتعارف بالمستوى المتعارف دعم يقولون بالمستوى المتعارف وأمر بالعرف قول الباري جل وعلا أن الأوامر الإلهية طيب المطلوب منها الحد المتعارف إلا إذا نطقت الآيات المباركة أو الروايات بحد خاص لماذا لأن الدين بإمكانه أن يوسع وأن يضيق أيضا وسأشير لهذا المطلب الشاهد فما هو العرف هذا المقصود به هنا عرف من عرف المؤمنين الآية المباركة تقول وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ هنا وصاحبهما في الدنيا معروفا ثم تقول وَاتَّبِعْ سَبِيلَهُمَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَهُمَا مَهُمَ حَلُّهَا الظَّاهِرْ أَنَّ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ عطف بيان لان غير المتدين متسيب في علاقاته في اهتمامه بالامور الدينية طيب فلو قلته يعني لو القيت به لو سألت عنه في ساحة غير المتدينين غير المؤمنين سيقولون هذا زايد على الاباوين الاب لا يستحق أكثر من هذا طيب بينما لو أنك ألقيته في ساحة المتدينين لقالوا ربما هذا ناقص في حق الاباوين كيف ليس من الضرورة أن يقولوا بألسنتهم وإنما عندما ننظر إلى حياتهم إلى الشيء المعروف المألوف في أوساطهم نرى بأن هذا الحد دون المستوى المتعارف عندهم أو أن هذا الحد فوق المستوى المتعارف أو أن هذا الحد في مستوى الحد المتعارف فإذا المقصود هنا بالإحسان والعلاقة بين الإحسان والمعروف أن المطلوب إنما هو الإحسان بالمستوى المتعارف عند المنيبين أي المؤمنين ماذا يقول المؤمنون في هذا يقولون أن الإحسان هو بهذا المستوى إذا كان أعلى يقولون بأن هذا فوق الإحسان فيدخل ضمن البر إذا كان دون سيقولون هذا من العقوق ولهذا لو تسأل أي واحد من المتدينين من أبناء العرف بالنسبة للتصرف وأن التصرفات قد يقول لك هذا غير صحيح هذا صحيح هذا مبالغ فيه وما إلى ذلك فالأمر المتعارف الأمر المتعارف هو الحد المحدد مستوى المحدد للإحسان وصاحبهم في الدنيا معروفة طيب وبالوالدين إحسان العلاقة بينهما أن المعروف صبغة للإحسان يعني أن المطلوب إنما هو الإحسان المتعارف عليه عند المؤمنين هذا وجه العلاقة بين هذين العنوانين ونأتي على مزيد تفصيل إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين موسيقى يا عالم الملك تروحي أبحرات وتنقلت بين الخلائق تبحث فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنن وروحا تمكث في الكائنات سنن وروحا تمكث تروحي أبحث